السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيل الالفين واربع الفخنين كيفكم يا حبايب القلب حبايب القلب طلاب الصناعي هذا الفيديو تحديدا وبالذات لحبايب قلبنا طلاب الصناعي طلاب الصناعي يا أستاذ جبر كير بعانوا من موضوع أستاذي أننا بس عنا فيزي ورياضيات تقدموننا وبس باقي المواد من مواد الصناعي عندنا مشكلة فيها وخصوصا بمواد الرسم اليوم معنا أستاذ قمة أستاذ رائع جدا المهندس جبر البستنجي حياك الله أستاذي أهلا فيك حياك الله أستاذي الله يبارك اليوم طبعا عشان نطلق لكم بإذن الله مجموعة مكثفات خاصة في مادتكم وجميع مواد الصناعي اللي هي مواد الخاصة بالرسم الصناعي نعم صحيح صحيح مئة بالمئة حسنا ننطلق في مكثف في بداية شهر خمسة إن شاء الله بكون جاهز للألفين وأربعة لمادة الرسم الصناعي وإحنا لقدام يعني للألفين وخمسة بنشرح مادة الرسم والعلم ولجميع التخصصات إن شاء الله فالطالب بحاجة لمادة الرسم فيه ضعف فيه نقص عنده ما بعرف كيف يستخدم المسطرة والمثلثات وممكن هو يواجه مشكلة إنه أنا كيف بتم شرحها بسخدام المسطرة والمثلثات عن بعد إحنا أستاذي في تكنولوجيا عالية في التصوير من خلال إنه زي كي إنه طالب جنبي إحنا من خلال الشاشة ومن خلال طاولة الرسم من خلال استخدام العدة والأدوات الهندسية بتم شرحها للطالب بتكنولوجيا عالية في التصوير بحيث إنه يستوعب جميع الرسمات وجميع الحل لمادة طب سؤال فضل أستاذي كثير تخصصات كثيرة نعم صحيح كلهم رح يتم شرحهم؟ أولا رح يتم شرح الآن المكثف للألفين واربعا مبدئيا رح يتم شرح خمس تخصصات اللي هي ميكانيك سيارات ميكانيك مركبات ميكانيك عام التدفع المركزية التكييف والتبريد النجار والديكور هذول رح يتم شرحهم في بداية شهر خمسة بكون نازل المكثف للألفين واربعا يعني أي طالب من هذول التخصصات هذول التخصصات يقدر مباشرة أنه يدخل ويشتري المكثف وما فيه أي مشاكل لهذا أو شرح كل شيء بالتفصيل آه هسا المكثف هذا هو هم سؤال أنا مش دارس أنا وضعي ساهم صحيح بتعيد إياه ولا شو الوضع مزبوط صحيح قول هس في طلاب الرسم الصناعي تحديدا طلاب الصناعي فيه نقص حاد وفيه عندك يعني بظال عندهم ضاعف في مادة الرسم تحديدا مش عشاني بدرسها أنا مططلع عن طلاب المملك كاملي كثيرا يسألوني طلاب خارج عمان طلاب إربية طلاب العقبات طلاب الكراك إنه يا أستاذ كيف يتم شرح المادة طبعا يا أستاذ كيف نصل إليك كيف إنه إحنا الحمد لله من خلال موقع واتد التعليمي رح ننطرق بشرحها بكامل التفاصيل فإحنا يا أستاذ المادة بتغطي احتمال الطالب يجيب علامة كاملة المكثف أكيد مش زي شرح العادي لكن إحنا رح نتم شرحها بجميع الأسئلة بجميع التمارين رح نحلها كاملة بإذن الله بحيث إنه الطالب بكل سهولة آه وبعدين أستاذي أسئلة الوزارة بتيجي سهلة بتيجي سهلة بتيجي بسيطة من مادة الرسم يعني بيجي نص حرفي من الرسمات ما بيلعبوش في أي سؤال بكل سهولة لا أكيد هي مادة تخصص أسهل محسوبة وعليها كم من سهولة هي عليها على متها زي الفيزيورياضيات على متها من عشرين من مية صحيح بأخذوا بينها طبعا أعلى هي والمشروعات حتى يتريحوا من أنه يعني يجيب فيها علامة كاملة بحيث إنه المشروعات سير ناجحة واسب ولما رحض برجع إيش للطالب وإحنا جاهزين لأي شرح لأي استفسار عبر نواقع التواصل الاجتماعي كاملة الأستاذي كمان إخوان فإذا محادث جبر البستنجي حياكم استنوا مكثب ومتى في بداية شهر 5 إن شاء الله حياكم الله استنوا برضو مكثفي برضو ميصنعهم إن شاء الله أكيد جبر مكثفي بإذن الله تجيب العلامة إن شاء الله وإذن الله تعالى يعطيكم العافي أخوان معافي في أمان الله الله أعطيك الله أمان اشتركوا في القناة